مليحة التي اختفت بأخذ مظروف مليء بالمال من جيب لطيف تسبب خيبة أمل كبيرة للجميع وخاصة والدها قراره المفاجئة والطفولية يضعه على طريق لا رجعة فيه رستن الذي يعيش من أجل كبريائه سيدفع المال الذي سرقته أبنته بأي ثمم العلاج الوحيد لإميرد وسرهات الذين تعلم أنه لا يمكن أن يصبح أبوين بشكل طبيعي هو أم بديلة ومع ذلك فإن اقتراح أزيمت لدينيز لهذا ومحاولته للقضاء على الزمرد حتى في مثل هذه القضية الحساسة يثير حنقهم على حد سواء أولوية صرحت هي الزمرد والآن سيكون ما تريده زوجته بعد أن قرروا الخروج أقوى من الانتحان الذي دخلوه فتح إميرد وسرهات صفحة جديدة لأنفسهم من خلال قبول الخيار الوحيد أمامهم ومع ذلك سيكون هناك شخص ثالث في هذه الصفحة معهم يتسبب حنل سوهندا في هبوب رياح باردة في القصر الدنياركانيون الذين يعتقدون أنهم أزلوا أوشز أوش من حياتهم بوقف إطلاق النار المقدم يجدون أنفسهم في حالة من الفوضى مرة أخرى الشخص الوحيد الذي هو سعيد مع هذا الخبر هو الزمرد خطأا ارتكبته مليحة التي تتحرك خطوة بخطوة نحو أن تصبح ديميركان يضع كل من إميرد وعائلتها في العار تكشف المواجهة العظيمة بين أولفيت وروس ديسمبر سريرا أن كل الجانبين كان يختبئان حتى ذلك اليوم تزداد حدة الحرب بين ديميركان وأشزد إرميلير عندما يختطف ديشرا لطيف إما أنهم سيسلمون قاتل أبنه إليه أو سيدفن أزيمة ديميركان حفيد آخر بينما يحاول سرحات التأكد من عدم تعرض أي شخص للأذه يأتي عباس إلى بهرامة بمثل هذا العرض الذي يوقع عليه العدوين اللدودين هدنة لفترة من الوقت تقع الزمرد في معضلة رهيبة بسبب سر لديها الكشف عن هذا السر سوف يدمر سرحات لكن هذا أيضا سر ليس من السهل الاحتفاظ به يدخل سوهندا في مسار لا رجعت فيه خطوة بخطوة مع تأثير الألم الذي يعاني منه التفكير في أن صرحة وعائلته بأكملها قد تركوه وحده وقال أنه سيجعل صديق جديد لنفسه ومع ذلك فإن الهدف الرئيسي لسوهندا هو الآن الانتقام من كل من جعله يعاني ما لم يدرك الزمرد وسرحات هذا التحول فإن الخطر سيزداد تدريجيا إذا كان الزمرد يثق في الشخص الخطأ فسوف يتسبب ذلك في اتخاذ عائلة بيميركا مصارا لا رجعت فيه من ناحية أخرى فإن حميد مصمم على عدم التخلي عن السودان على الرغم من اقتراحات وده وكانان في الاتجاه المعاكس وعندما تريد أن ترى سوهندا يظهر شخص غير متوقع أمامك إن اللقاء بين عباس وحاميد الذي يحاول قبول نفسه في عائلة بيميركا مرة أخرى لن يتحسن مرة أخرى بل سيخلق نتيجة لا رجعة فيها بعد هذا الحدث لن يبقى شيء هادئا في قصر بيميركا وأشسغاز كما كان من قبل ستدخل العائلتان في حرب كديرة سوهندا أيضا لا يختلف عن الزمرد المسافة التي يعيشون فيها مع حمية والمسافة بينهما تؤثر على سوهندا بشكل لائق سوهندا الذي لا يريد العودة إلى قصر بيميركا سيبدأ في الخلط بعد محادثة مع ضيف لم يتوقعه أبدا بدأت الخطوة الأولى التي اتخذها أزيميت وديسامبر معا في التأثير على العلاقة بين صرحة وزفير مرمت بينما يعتقد صرحات أنه يجب عليهم التحرك بحذر أكبر تبدأ بعض مشاعر إيميرد في التغيير يقرر أزيميت التمسك بسرهات أكثر فأكثر مع ألم الشعور بالوحدة بشكل متزايد لهذا من الضروري إعادة صرحات إلى القصر وفصله عن زفير مرمت سيرهات والزمرد الحب اجتياز اختبار كبير مرة أخرى ستتحول صداقة عزيمة ودينيس إلى خطر متزايد على صرحات وزفير مرمت في أي لحظة سرحات الذي يفهم أنه يجب عليه التعامل مع عدو جديد يجب أن يتوصل إلى حل لحماية كل من أحبائه والأبرياء في المواقف الصعبة لهذا الغرض سوف تتطور الرفاق بينه وبين العالم ديسمبر الحقيقة التي يكتشفها سوهندا تفتح فجوة بينه وبين حميد ديسمبر بينما يقع حميد في مأزق مستحيل يضع سوهندا هدفا جديدا لنفسه اطلاق النار على عباس سيكون له تأثير صدمة كبيرة إن هوية الشخص الذي أطلق النار عليه ستكون أكثر تدميرا لصرهات وإيميل المثابرة من ناحية أخرى سوف تتذكر مرة أخرى ما يعنيه ألم ألبن الضيف غير المعلن عن قصر أشزغ هو مرشح لتغيير جميع الأرصدة في القصر هذا الضيف يزعج السلام ليس فقط من أشز أشز ولكن أيضا من ديمركن لا يستطيع سوهندا أن يقبل نفسه من قبل ابن حميد بينما يعاني سوهندا من حزن هذا فهو غير مدرك أن أياما أسوأ تنتظره ماليحة تقع في موقف خطير للغاية على الرغم من أنه يحاول إخفاء ذلك عن الجميع اكتشف إميرد وسرحات حدث لمليحة يجد سرحات عباس ويضحث عنه في كل مكان لطلب حساب بينما يهرب عباس من سرحات يلجأ إلى شخص خاطئ للغاية قرار إميرد وسرحات بالزواج يجعل أزيميت يتصرف دون التفكير في النهاية سرحات والمثابرة تأتي إلى نقطة الانهيار سرحة وإميرد على الرغم من الجميع وكل شيء يتزوجان في النهاية بعد كل هذه المشكلة يعدون بعضهم البعض لمجرد أن يكونوا سعداء ومع ذلك فإن الخطة التي وضعها عباس من خلال مليحة قد تسارعت أيضا يتخذ الزمرد قرارا بعد كل ما حدث مع القرار الذي اتخذه زفير مارمت سيتغير مصير ليس فقط سرحات ولكن القصر بأكمله هل سيتمكن عباس من الهروب من خطاياه؟ ماذا سيؤدي القرار الذي اتخذه الزمرد إلى؟ طلق سرحة ودينيس لا يمكن أن يكون الزمرد غير مبال بحب سرحات بعد الآن سيرهات وزفير مارمت بعد كل الألم الذي عانوا منه يريدون الوقوف في وجه كل شيء من أجل أن يكونوا سعداء ولكن حتى لو كان عباس بعيدا فقد بدأ في زرع بذور خطة خطيرة للغاية للفصل بينهما إلى الأبد انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا إلى الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات